اسم التجربة تحضير الكواشف المنزلية الهدف من التجربة يمكن لأي شخص الكشف عن المواد التي لديه إذا كانت مواد حامضية أو مواد قاعدية دون اللجوء لاستخدام كواشف كيميائية نحتاج في هذا النشاط إلى ملفوف أحمر منقوع الملفوف هيدروكسيد السوديوم حمض الهايدروكولوريك قليل من الشاي سائل قليل من عصير الليمون أنابيب اختبار على حامل خطوات التجربة نضع كمية من حامض الهايدروكوليك في أنبوب اختبار ثم نضع كمية أخرى من الحامض في أنبوب آخر نضع كمية من الحامض ثم أخرى من العلوي حمض ضبري بشكل الكoksolog جميشوف أخرى من حامضية أيعاية وضعlkولنك أو بسبب ابد الم habilنزل ق etti باقي أخرى من الحامض نضيف قليلا من الشاي الى الانبوب الذي يحتوي على الحامض ونلاحظ ان لون المحلول في الانبوب هو افتح قليلا من لون الشاي السابق نضيف قليلا من منقوع الملفوف الى الانبوب الاخر الذي يحتوي على حمض الهايدروكلوريك ونلاحظ تغير في لون المحلول لقد اصبح اللون احمر بينما كان لون منقوع الملفوف سابقا بنفسجي اشتركوا في القناة نضع كمية من محلول هيدروكسيد السوديوم ثم نضع كمية اخرى في انبوب اخر نضيف قليلا من الشاي الى الانبوب الذي يحتوي على هيدروكسيد السوديوم نضيف قليلا من منقوع الملفوف الى الانبوب الاخر الذي يحتوي على هيدروكسيد السوديوم ونلاحظ التغير في لون المحلول لقد اصبح اللون اخضرا بينما كان لون منقوع الملفوف بنفسجيا سابقا لو كررنا التجربة باستخدام قليل من عصير الليمون نجد ان التغير في اللون يشبه التغير الذي حصل مع حامض الهايدروكسيد السوديوم مع كل من الشاي ومنقوع الملفوف اشتركوا في القناة